أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن الإثارة والحماس بدأت بنهائيات بطولة القتال النهائي وضف سموه أن هذا التحدي يعكس مدى استعداد المقاتلين لخوض هذا الحدث وقال سموه إن المشاركين في البطولة أظهروا روحا معنوية كبيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المقاتلون قبل انطلاقة نهائيات البطولة والتي أظهرت أيضا حجم التحضيرات العالية للمشاركة بالبطولة وأكد سموه أن النزالات في هذا الحدث ستكون مغايرة عن البطولات السابقة خصوصا وأن هذه المشاركة تعتبر ختام موسم البطولات بمنظمة القتال النهائي حيث ستشهد قوة وإثارة وتشويق وأشهد سموه بالجهود التي تبذلها منظمة القتال النهائي برئاسة سيد دانا وايت لإنجاح هذا الحدث من خلال التنظيم الرائع وتهيئة الأجواء التنافسية بين المقاتلين وقد شهدت مدينة لاس فيغاس الأمريكية إقامة المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة القتال النهائي لفنون القتال المختلطة بمشاركة البحرين المتمثلة بمقاتل فريق خالد بن حمد فرانكي إدغار التفاصيل في سياق التقير التالي السعداد تم بشكل مثالي للمشاركة في بطولة الغتال النهائي والفوز بالنزال الرئيسي فالأمال كبيرة لتحقيق إنجازات كثيرة لتكون بداية المسيرة نحو رياضة مثيرة رياضة الفنون القتالية أصبحت أكثر قوة واحترافية بعد تواجد البحرين في العديد من المشاركات الخارجية كما قلت في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة سيكون يوما مهما لي ولبقية المقاتلين الذين سيتنافسون على الألقاب في بطولة القتال النهائي ويعتبر خصمي من أقوى المقاتلين في العالم لذلك كان الإعداد بشكل مغاير من خلال برنامج مكثف وستراتيجيات مختلفة من أجل خطف النزال وأدعو الجميع لمتابعة النزال وأتمنى أن أمثل فريق خالد بن حمد خير تمثيل وأعيد الجميع بأني سأبذل كل جهدي للفوز بهذا النزال فقد شهد مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلط للمحترفين فرانكي إدغار المؤتمر الصحفي الخاص بمشاركته في النزال الرئيسي الذي سيجمعه المقاتل الأمريكي تشارل ماننيس والتي ستستضيف نفساتها مدينة لاس فايغاس بولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن النزال سيكون جيدا وخاصمي يمتلك مهارات قوية في فنون القتال المختلطة بالتأكيد أنا على أتم الاستعداد وذلك الكتابة اسمي في هذه البطولة العالمية التي تضم نخبة المقاتلين كما أتمنى لفريق خالد بن حمد لاستمرار في التطور لأنه أكثر من رائع بتواجده دائما في البطولات خصمي جيد جدا وتابعته من بداية دخوله عالم هذه الرياضة وأشعر بالفخر كون خصم له وكما أفخر بكون مقاتلا في بطولة القتال النهائي التي تعتبر الأفضل في عالم رياضة فنون القتال المختلطة كما كان المؤتمر الصحفي مليء بالحماس والإثارة بالإضافة إلى التحدي وذلك بتواجد المقاتلين المحترفين العالميين حيث تشهد ختام منافسات الموسم الحالي لبطولات الغتال النهائية إذ سيجبع النزال الرئيسي المقاتل لإيرلندي كونر ماكوغر والبرازيلي جوسي إلدو وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية التي تسافقت للحصول على تقطية هذا الحدث العالمي الكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر